تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشان سد محطة كاخفزكايا لتوليد طاقة الكهرمائية في خرسون إذ تحذر موسكو من مخطط أوكراني لتدمير السد فيما تتهم كيف روسيا بتفخيخه يعد سد محطة كاخفزكايا السد الرئيسي لتوليد طاقة الكهرمائية في خرسون يبلغ حجم الخزان أكثر من 18 كم مكعبا وفي حال تدميره سيتم تدمير نظام الطاقة في منطقة زابوروجيا لسنوات وسوف يستغرق الأمر سنوات أيضا لإصلاح البنية التحتية من أثار القصف يحذر خبراء من أن الانهيار المحتملة لسد محطة كاخفزكايا لتوليد طاقة الكهرمائية جراء القصف سيؤدي إلى غمر شريط أرضي قد يبلغ عرضه خمسة كيلومترات بما يشمل مدينة خرسون بحسب الخبراء كذلك فإن انفجار المحطة الواقعة على نهر دينيبرو سيتسبب في موجة ارتفاعها نحو خمسة أمتار حيث ستتضفق المياه لتصل إلى مدينة خرسون بعد حوالي ساعتين من انهيار السد يتوقع الخبراء أن يستمر الفيضان نحو ثلاثة أيام مع ارتفاع مستوى المياه بالتراض خلال الأربع عشرة ساعة الأولى يضيح الخبراء أن استهداف سد محطة كاخفزكايا لتوليد طاقة الكهرمائية سيتسبب أيضا في معاناة أكثر من خمسين ألف شخص وأن أهلية التبريد لمحطة طاقة نووية زابروجيا ستصبح أكثر تعقيدا كما سيصبح خزان كاخفكا الضخم ضحلا وسط توقعات بحدوث الأسوأ دعت السلطات الموالية لموسكو في مدينة خرسون جنوب أوكرانيا دعت جميع السكان إلى إخلاء المدينة فورا فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع في المدينة لا يزال مستقرا ترجمة نانسي قنقر